النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أنتونيو تاياني وهو نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا الرئيس أعرب عن ترحيبه بوزير الخارجية الإيطالي بطبيعة الحال في زيارته لقاهرة وثمن على العلاقات التاريخية الوثيقة اللي بتجمع ما بين البلدين من ناحية تانية وزير الخارجية الإيطالي أعرب عن تشرفه باللقاء في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار اللي بتمثلوا الزيارة دي من رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية اللي بتربط البلدين وبعضهم البعض والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة اللقاء واضح جدا فيه الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة اللي جاية وتم مناقشة أكتر من طريقة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ما بين البلدين طبعا ده بخلاف التعاون الصناعي المشترك وكمان التعاون في مجال الأمن تحديدا أمن الطاقة كمان تم التباح وتحول عدد من القضايا الإقليمية اللي فيها اهتمام مشترك ما بين إيطاليا وما بين مصر وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية فضوء الجهود المصرية الفاعلة المتميزة بشهادة الاتحاد الأوروبي بشهادة دول المتوسط بشهادة الأمم المتحدة إن مصر بزلت جهد كبير وضخم في منع الهجرة غير الشرعية تم التطرق كمان لجهود مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة خدوا بالكوا الأفكار المتطرفة من كل الجوانب ولنا في ذلك حديث بعد دقائق ثم من وزير الخارجية الإيطالي اللي بتقوم بيه مصر تحت قيادة فخامة الرئيس في نشر مبادئ التسامح وحرية الاعتقاد وإنه ديه الثقافة اللي امتد صداها إلى المحيط الإقليمي لولا ما قامت به مصر في 30-6-20-13 كانت المنطقة بقى حالها غير الحال ولا أتمنى إنكم تتخيلوا ذاك الحال ترجمة نانسي قنقر